بعض الناس الحمولين الحقيقة ان تقلبه المزاجي بيبقى بعد نوبة من الامبالسافيس افضل الشخص ده يتحمل ما لا يمكن غيره انه يتحمله ويكتم في نفسه ويتخيل انه بيرمي بس هو مشواخ باله انه بيمارس حاجة من الدفانس ومكانازم حيلة دفاعية اسمها الكابت والكابت هو سيد وملك واساس الحيلة الدفاعية يبقى الكابت ده يرميه على طول في دايرة او سلة اللاشعور وهنا يتملي مع الكابت السلة دي بسرعة وبعدين تبدأ نظرية احنا بنسميها في بعض الابحاث الفضايحة ان الانسان ينفعل او يثور او يغضب في وقت هخسره كثيرا مع ناس مش هيقدروا اللي هو بعملوه ده خالص بعد نوبة الامبالسيفتي او الدلدقة بتاعة مج اللي شعور اللي اتمل على اخره ده يبدأ يعاني من حالة من التقلب المزاجي التقلب المزاجي ده كأن واحد كان حصل له حادث او اتخبط او عمل اي مشكلة مفاجئة فيبدأ يعيد الاتزام مرة تانية الحقيقة ان اعادة الاتزام مرة تانية بيبقى فيها التقلب المزاجي يعني بعد ما يعمل هذه النوبة من اندفاعية اللي بيكون فيها تفريغ مبالغ فيه لشحنة اترسخت جواه من خلال كبت في مواقف كتيرة سابقه بيبدأ بعدها يعاني من التقلب المزاجي الوقت وبعدين يرجع لطبيعة ويبقى دي ازا سامة كأنها تريد في الشخصي النوع الثاني غير الحامولين والكاتومين هم غير المستبصرين يعني استبصار ان اكون انسايتد يعني بقى عارف انا بتعمل مع مين ويبقى تعمل مع ازاي لكن في ناس بقى عارف خالص العارف ده ابعد من المعرفة ابعد ابعد من الادراك لما تيجي تعاملي الشخص اللي عنده تقلب مزاجي وتوافقيه على كل اللي بيقوله هو بعد كده بيحاسبك انك ما بقيته ازاي الموقف ده يعني انت بتتعاملي مع شخص متقلب المزاج وبتتحمليه وهدى واللي انت عايزه هنعملهه لك زي بيكون عندك طفل والطفل لما بيغضب ويثور بيكسر فانت تقول له ايه ده احنا نعمل لك اللي انت عايزه بس ما خلاصة يعني ويبدأوا يقدموا له التنازلات انا هنا حطيت في عقله الواعي مش اللي واعي كبس حقه مش تحقه ان انت لما هتعمل كده هدك اللي انت عايزه صحيح وصله لك كذلك القضل تبني اعمل معهم كده لذلك كتير قوي من الستات لما تيتسمعيها بعد ما ولادها دخلوا الجامعة واتجوزوا تخرجوا خلفوا استقروا تقولك انا عايز اتطلق وهتطلق يعني هتطلق يا ستي يهديكي يرديكي ده انت صبرة طول السنين دي هتقولك انا مش طيقه مش عايز اقبدي اسباب بقيت مش قادرة اتحمل نفسه في حياتي وجوده في البيت بيتعبني نفسيا اني قوم اخدمه بعية عشان ما عملش ده انا مش قادر اتحمل ان اتكلم معاه الازمة هنا بتكون ايه النساتي مش عارفة توصف هو ده حصل ليه السبب بيكون ببساطة ان هي طول الوقت بتقدم تنازلات وهو طول الوقت شايف انها بتتعلم بتتدرب بتكتسب خبرة التعامل معاه لغاية ما تجي في لحظة تكون فضيت فيها شوية تفكرت بعمقه اكتر اللي احنا منسميه ايه الانسايت الاستبصار فتقولك ايه ده؟ هو انت كل ده مش مقدر تنازلاتي فهو هيتفاجئ جدا هو انت كل ده لسه ما تعلمتيش هو فاهم ان هي بتتدرب على اسلوبه هي فاهمة هي فاهمة انه هيقدر تنازلاتها في يوم الايام او العكس عشان الرجالة ما يزعيوش منه او العكس او العكس او العكس او العكس ده ممكن يحصل وده ممكن يحصل لكن الازمة هنا بتكون في نوعه فاهم حاجة هي فاهم حاجة ده اللي العلاقة بالاستبصار انه ممكن انا فاعل انا اكون مدرك ده اوكي النوع الثالث من الشخصيات اللي ممكن تصاب او يبقى عندها سمات من التقلب المزاجي هما المصدومين قلت في مثال سابق من شوية ان الناس اللي بتتصدم تصدم في شخص تصدم في حبيب تصدم في اسرة في عيلة بيجي لها احيانا تقلب مزاجي يعني تلاقي واحد عاش طول عمره مع اسرته وفضل طول عمره يدل اسرته وياخد باله من اسرته ويدعم اسرته وحاجة بعدين اكتشف ان اسرته دي يعني هي بتعمل كده مش عشانه هي مش عزا مصلحته هي ممكن تكون بتستهلكه بتستنزفه وبتستغله لصالح حد في الاسرة ممكن يكون اسوأ حد في الاسرة فيبدأ هنا احصله تشك نواقق ده انا ازاي كنت متحمل كده هنا بيعاني فترة من التقلب المزاجي وبعدين بيستقر الشخص اللي عنده تقلب مزاجي انا بطلب منك تلات حاجات نمرة واحد انك تركز في كونسبت اللطيف قوي اسمه The power of now اللي هو قوة اللحظة هتلاقي عقلك الباطن بيجري يفكرك بحاجات فاتت ارجوك كل ما مر عليه عشر دقايق بالنسبة لك هو ماضي وكل ما هيجي بعد اللحظة اللي انت فيها هو مستقبل الماضي مش هيرجع والمستقبل بيد ربنا سبحانه وتعالى انت كل اللي عليك انك تاخد بالاسباب وتبذل اقصى جهد ومجهود وقوة وطاقة في اللحظة اللي انت فيها فتستمتع بقوة اللحظة اللي انت فيها لما تيجي تبسط تبسط بجد ولما تجي تزاكر تزاكر بجد ولما تجي تشتغل تشتغل بجد ولما تيجي تسافر وتفض دماغك تفض دماغك بجد ولما تجي تخرج بجد ولما تجي تنام تنام فعلا موبايلك مقفول نورك مطفي بعيد عن حاقتك بتستغرق في النوم بتستمتع بتحب حاقتك بتحب بمكانك بتحب انت بتحب انت تعمل ايه The power of now قوة اللحظة دي لو انت عشتها ده بيسهل عليك كتير جدا ليه؟ ان التقلب المزايا حالة منشاتات الفكري يدبعها حالة منشاتات الوجداني اللي هو بيكون فيه الانستيبل مود لما بتستقر زهنيا او افكارك تهدى بتالي مشاعرك وانه بيتعامل مع التلات عوامل اللي حدك كلمت عليهم كاسباب للمرأة اتنين وده الاهم انت لما هتيجي تركز في اللحظة اللي انت فيها دلوقتي هتلاقي نفسك عندك الطاقة الاجبر انك تبقى بلانر احسن انك تخطط احسن انت هتعمل ايه؟ وتبقى دارس كل خطوة انت هتعملها ازاي؟ فشوية بشوية بتلاقي ان يومك تحول لسلسلة انجازات شوية بشوية بتلاقي ان كل موقف انت بتمر بيه بيحولك لموقف انت انجازت فيه فيبقى عندك بلان من كل موقف هتخشه انا دلوقتي اقابل دكتورة رانيا عشان اعمل حلقة كويسة تفيد الناس ده البلان بتاعتي الدكتورة رانيا عصبتني نرفزتني قالتلي حاجة دايقتني انا مش هتطرق لحاجة فرعية انا عندي تارجت عايز احققه ان انا قدم حاجة تفيد الناس طب هي دايقتني مستقبلتنيش كويس ماليش دعوة بالستوديو لقيته في حاجة ماليش دعوة انا عندي تارجت انا بتارجت حاجة معينة هي دي اللي انا هعملها نمرة ثلاثة وده الاهم حط نفسك بعد الفعل اي واحد بيبقى عنده مزاج متقلب عايزك تسأل نفسك كده بعد كل لحظة اتقلب فيها مزاجك لمزاج سيئ كسبت ايه لما واحد زنق عليك وفتحت شباك عربيتك وشتمته وبعدين هو شتمك نزلت عشان تمسك فيه نزل هو عشان يمسك فيك الموضوع ينتهي الايه خسرت وقتك مجهودك طقتك عكرت يومك حبت نفسك بعد الفعل انقل نفسك بعد الموقف دخل حد مستفز واترك حط نفسك بعد الموقف لو عملت الثلاث حاجات دول مش يبقى عندك تقلب مزاجي خالص عملتهم واستلفي تقلب مزاجي يبقى انت عندك حاجة ابعد من انها مشكلة ده الطراب فلو سمحت الاجه لمعالج نفساني يعملك مجموعة جلسات بسيطة من غير ادوية ولا عقاقير طبية من خلال برامج علاجية مقننة انت عارف اسم البرنامج عارف الجلسات فيها ايه عبارة عن هتنقلك بمرحلة المعالج الى مرحلة المعالج انت بعد كده بتعالج نفسك